أهلاً ومرحباً بحضراتكم مجدداً مشاهدين الأعزاء تتجدد فقرتنا الإسبوعية التي نلتقي خلالها مع الإعلامي الدكتور حسن سليمان ونواصل فيها الحديث عن شهر رمضان المعظم وفضائله في حلقة اليوم سنطرح العديد من الأسئلة المتعلقة بهذا الشهر الكريم دعونا في البداية نرحب بضيفنا الدكتور حسن سليمان أهلاً بحضرك الدكتور حسن في هذه الحلقة من الحقيقة اسمح لي دكتور حسن نبدأ بطرح سؤال مهم حول الصيام هل هناك مراحل مر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته بشأن الصيام أهلاً بك أستاذ همام وأهلاً بالمشاهدين الأعزاء وكل عام وأنتم بخير حقيقةً هو التشريع الإسلامي أيًا كان في مكة أو في المدينة كان لابد أن يمر بمراحل ويمكن كان في الفترة الأولى بيجتمل على الأشياء الخاصة بالإيمان والقدرة الإلهية وما شبه إلى ذلك لكن حينما تتصل بالأحكام مثل الصيام بعدما هاجر إلى المدينة فرض الصيام في العام الثاني من الهجرة ولكنه فرض بلون من ألوان التدريج فبدايةً كان الصوم يصومون من العشاء إلى مغرب اليوم التالي شريطة أن لا ينام الفرض قبلها فإذا أكل أو شرب يكفيه ذلك دون النوم أما إذا نم فلابد أن يستكمل صيامه من بعد أن يستيقظ حتى مغرب اليوم التالي ثم خفف الله عليهم بعد ذلك كان فيه مشقة دكتور حسن ونزلت الآية مشقة رهيبة جداً جداً للدرجة أن بعض الصحابة منهم كان يغم عليهم أثناء النهار من شدة الحر وشدة الهاجرة وشدة الجوع وشدة العطش أيضاً لأن مسألة أن يصومون من أن يصوموا من العشاء إلى المغرب التالي شريطة أن لا ينام يعني حينما يؤذن المغرب لو الفرض منهم نام فلا يأكل ولا يشرب حينما يستيقظ إلى اليوم القابل في أذان المغرب فكان فيه المشقة الرهيبة وطبعاً كان الصيام أياماً معدودات ليس كشهر كمتكامل وإنما كان أياماً متفرقات أو معدودات ومع هذه المشقة ومع شكوى كثير من الصحابة عن هذا الأمر طبعاً نزلت الآيات التي تحفز على أنهم يعني يأكلون أن يأكلوا ويشربوا حتى مطلع وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأيبض من الخيط الأسود من الفجر ثم بعد هذه مرحلة ثم المرحلة التالية بأن يكون هناك الصيام اختياري بين الشخص أن يصوم أو أن يفدي والفدية التي قررت في ذلك الوقت بأنه الإنسان إذا ما لم يصم فعليها أن يفدي بأطعام مسكين في ذلك اليوم ثم في المرحلة الثالثة جاء الأمر فمن شاهد منكم الشهر فليصم فأصبح لون من ألوان الإلزام على كل مسلم أن يشهد الشهر فلابد له أن يصوم ونسخت هذه الآية أو نسخت هذه الآية الآية السابقة التي تقول بمسألة الفدية ومسألة التخيير الحقيقة ابن عباس له كلام عظيم جداً في هذا الشأن فقال بأن الفدية لم تنسخ ولا شيء من هذا القبيل وإنما هي بقيت للشيخ الكبير الذي يتعذر عليه أن يكون صائماً أو أن يستشعر من الصيام بهذه الصعوبة فله أن يكون هناك لون من ألوان الفداء في هذا الأمر بإطعام مسكين عن كل يوم يفطره هذه هي المراحل التي تمت بالنسبة للصيام وكانت العظيمة بالنسبة لكل مسلم في أنه بعد هذه الفدية نعم فضل اليوم الدكتور حسن هو يوم السادس عشر من رمضان الليلة هي ليلة السابع عشر كل عام وحضرائك طيب وأستاذ المشاهدين بخير اليوم طبعاً هذه الليلة هي ذكرى غزوة بدر وسنتحدث عن هذا الموضوع لكن هناك بما أننا نحن الآن في الثلث الأوسط أو الثلث الثاني من شهر رمضان للمعظم هناك من يشكك في مقولة أن الشهر الكريم أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره وعتق من النار حقيقة هذه المقولة دكتور نعم الحقيقة أستاذ همم هذه نعتبرها مقولة تحمل من المضامين والمعاني الكثير من الأشياء التي تخص هذا الشهر الكريم لكن لا نجعلها حديثاً من الأحاديث النبوية لأنه لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث وإن كان يحمل مضامينه أيضاً لماذا؟ لأن يعني نحن نقول بأنه أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عدق من النار أبواب الجنة تفتح من أول ليلة في رمضان أليست هذه رحمة ومغفرة وعدق من النار؟ نعم بلى تصفض فيه الشياطين وتغلق فيه أبواب النيران من أول ليلة أليس في ذلك رحمة ومغفرة وعدق من النار؟ بلى طيلة أيام الشهر وليست في أوسطه أو في أوله أيضاً حينما يكون لله سبحانه وتعالى عتقاء كل ليلة في رمضان أليس في ذلك رحمة ومغفرة وعدق من النار؟ إذن المسألة كلها تحمل فيه مضامين هذا الأثر الجميل تحمل مضامين هذا الشهر الكريم لكنها اختص فيها العشر الأخيرة من رمضان بهذه الميزة العظيمة لما فيها من ليلة هي خير من ألف شهر هي ليلة القدر وبالتالي فهي كل ليالي شهر رمضان منذ أول ليلة إلى آخر ليلة من الليالي العظيمة التي تحمل فيه مضمونها الرحمة والمغفرة والعدق من النار لله عتقاء كل ليلة وبالتالي فلا يمكن أن ألبس هذا العدق في العشر الأخيرة ولا أجعلها من أول ليلة الموضوع في هذا الأمر ألا ننسب هذا القول إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكننا نعتز بهذه المقولة لأنها تحمل مضمون الشهر كله فمن أول ليلة هو ليس أوله رحمة وأوسطه مغفرة وأخره من عدق من النار وإنما كله رحمة وكله مغفرة وكله عدق من النار طيب أنا ذكرت في هذا السؤال ما يتعلق بغزوة بدر الذي يوافق يوم غد لن يمر شهر رمضان إلا والحديث طبعا في كل عام عن يوم بدر يفرض نفسه هذا الحديث تناولها الكثير من المتحدثين عظيم لكن هناك مقولة مشهورة دكتور حسن تتردد كثيرا وهي أن الله سخر لهذا اليوم كل شيء ما معنى هذه المقولة؟ حقيقة يعني هناك الكثير من العلماء الذين يقولون بأن لكل يوم من المعارك قائد فينسبون قيادة هذه أو هذا اليوم إلى الله سبحانه وتعالى الذي سماه أو أسماه يوم الفرقان لأنه فرق بين الحق والباطل فكان يوما عظيما جدا وقصته بأن هناك كانت عيرا لقريش في تجارة تأتي من الشام مع سيدنا أبي سفيان واستشعر سيدنا أبو سفيان بأن هناك من يتربصون به لهذا الأمر لأنه كانت هناك رسل من المدينة لهذه القافلة حيث يأخذون ما تهجرد به قريش من أموالهم التي تركوها قبل الهجرة وبالتالي فحينما شعر بذلك سلك طريق الساحل فأنقذ هذه القافلة تماما وكان ينبغي على قريش ألا تقوم للحرب في هذا الأمر إلا أن الصلف والعناد ركبهم وقالوا لابد أن نصل إلى بدر وننحر الجزور وتغني القيان وينتظرون نصرا مؤذرا في هذا الأمر وحقيقة رب العزة سبحانه وتعالى أراد أن يلتقي الجمعان فعلا الجمع قريش وجمع المسلمين لما في ذلك من لون من ألوان الفصل بين الحق والباطل ونصرة الحق على الباطل بالفعل لأن الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين أو أن المسلمين حينها كانوا مستضعفين يقول الله تعالى في سورة الأمران ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أدلة نعم وفي نفس الوقت هو وعدهم وإذ يعدكم الله أحد الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته وقت عدابر الكافرين إذن القصة كلها تكون في أن رب العزة سبحانه وتعالى أراد أن يلتقي الجمعان في هذا الأمر وبالتالي فلماذا نقول بأن الله سخر كل شيء سخر المطر سخر العدو سخر إبليس في هذا الأمر أيضا إبليس أتى إلى قريش في سورة سراق بن مالك وهم يخافون من بكر الذي يعني يعتبر سراق بن مالك زعيم قبيلة بكر وكانت لها دم إلى قريش وبالتالي فكانوا يخافون أن يغيروا عليهم ولكن أتى الشيطان إبليس في سورة سراق بن مالك وقال لهم إني جار لكم ولن تغلبون من قوة وذهب يده في يد زعيم القريش إلى أن وصل إلى أرض المعركة فأراد أن يخلع يده من يد هذا الزعيم القرشي ثم قال له أين تذهب فقال إني أرى ما لا ترون ماذا رأى إبليس في هذا الأمر رأى جبريل يزع الملائكة يعني يصف الملائكة ففي هذه الحالة لون من ألوان أن عددا كبيرا من الجيش انفصل عن عرى هذا الجمع الرهيب كانت قريش طبعا تعدادهم ما بين التسعمائة والألف ويضاف إليهم سراق بن مالك وجنوده أيضا ليس سراق طبعا وإنما هو الشيطان في سورة سراق بن مالك فحينما خرج وترك الجيش بهذا الوضع يعني أحدث لونا من ألوان الاختلال النفسي عند الجنود القرشيين مما ثبط في عزيمتهم في ذلك وأصبح كل منهم يحاول بقدر المستطاع يعني ليس هناك سبب يخرج من أجله في هذه المعركة العير وقد انقذت وآتت إليهم بسلام فلماذا الحرب فهم يحاربون لا عن عقيدة ولا عن سبب مباشر وإنما المسلمون يحاربون عن عقيدة ولذلك كان النصر حليف المسلمين لأنهم يذهبون وهم ذاهبون لأمر معين عقيدة معينة يريدون من خلالها الوصول إلى نصر وكان النصر في غزوة بدر كما وعدهم الله بأحدى الحسنين صحيح وهي أولى الغزوات التي انتصر فيها والتي حرب فيها المسلمين وصخر أيضا ونستطيع أيضا أن نقول بأن سخر الملائكة سخر الله أيضا فيها المطر الملائكة طبعا للتثبيت وصخر المطر فنزلت الأمطار على المسلمين لبدت الأرض من تحتهم ثم اغتسلوا كل واحد منهم لأنهم كان الله سبحانه وتعالى أرسل عليهم النعاس أمنة لهم في هذه الليلة ومنهم من احتلم أيضا مما شكك الأمر في نفوسهم لسنا عن الحق كيف نكون على الحق ويحدث أن يكون الإنسان يحتلم إلا أن الله أراد بذلك أن الإنسان حينما يصل إلى هذه الدرجة فهي لون من أواني الأمان والثبات على الأرض أما بالنسبة للأمطار فكانت على الفريق الآخر لم تكن ملبدة بل غزيرة جدا فحالت بينهم ومين الرسول إلى أرض المعركة السليمة نعم جنود كثيرة سكرها الله في هذه المعركة العالمية الدكتور حسن سليمان شكرا جزيلا حضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذا اللقاء سنتقى مجددا الأسبوع القادم مع زميلتي آي عبد الرحمن شكرا جزيلا لدكتور حسن بهذه المدخلة مشاهدين العزاء نكونوا قد وصلنا إلى ختام ونهاية هذه الحلقة من الحقيقة شكرا لكم مني همامي جاهد على متابعتكم الكريمة دمتم في أمان شكرا لكم من نشاهدة